هاليومين طلعت كثير أخبار وتقارير جديدة ومفاجئة محلية وعالمية مثل العادة اللي حاول أني صليت ضوء عليها وأني أعطيكم نظرة كاملة وشاملة للأوضاع هون بالسويد ولكن كمان عالمياً ومن جميع النواحي مثل العادة لائحة بجميع المصادر لأنا استخدمتها لهذا الفيديو رح تلاقوها أسفل هذا الفيديو بقسم الوصف هلا خلينا نبدأ فورا بالحلقة الثانية من السويد مع خالد اليوم رح تناول موضوعين كثير مهمين أول شيء آخر الأخبار والتقارير هون بالبلد نركز على الشغلات اللي صايروا هون أكتر شيء بالبلد لأنه فيه كتير شغلات جديدة بس كمان تاني موضوع لليوم هو التحديات اللي هلا عم تواجهها أوروبا من ناحية الاقتصادية شو أثارها وشو عواقبها شو تماماً اللي عم يصير أحعطيكم كل شيء من الأخير وبأبسط الأمور وابلما يخوص الفيديو عندي شغلة كتير مهمة بدي أحكي عنها يمكن مو كل الناس مقدركينها خلينا هلا نبدأ بموضوعنا الأول آخر الأخبار هون من السويد لما نشرت الحلقة الأولى من السويد مع خالد بتاريخ تقريباً 16 إبريل فكان معدل الإصابات اليومية هو تقريباً 550 حالة كليوم أما معدل الوفيات فهي كانت 94 حالة من وقتها صار فيه تقريباً أكتر من 11 ألف حالة جديدة مؤكدة ورفعت الرقم الإجمالي لعدد الحالات المؤكدة هون بالسويد بفيروس الكورونا لـ 25921 ولكن الفرق هلا أنه عدد الإصابات ما عدد الضخم أو زاد مثل ما كان عم يزيد بالأول هذا شيء فينا نلاحظه لأنه نبين من البيانات اللي بتورجي أنه عدد المصابين ما عدد زاد باليوم عن 800 إصابة يعني ولا يوم من الأيام اجتازة 800 إصابة ما تضخم الرقم لحتى زاد عن 800 ومن آخر أسبوع بالشهر الرابع يعني الشهر الماضي هو أسبوع كان فيه أكبر عدد إصابات من وقتها بلاش ينزل عدد الإصابات اليومية المؤكدة التعلم الأوبيئة السويدي أندي شتينجنل أكد حسب صحيفة سفاريز راديو أنه رقم التكاثر الفعال أو اللي احنا بنسميه R3 هو نزل لتحت الواحد من 21 الشهر الماضي هذا الرقم اللي بالعادة بتعتمد عليه دراسات الأوبيئة هو بيورجئ دجسرات انتقال الفيروس بقلب المجتمع إذا مثلا كان الرقم 2 فهذا الشي يعني أنه كل واحد منعدي بالفيروس فهو لحينقل الفيروس اللي موجود معه لشخصين وإذا كانت لاتي فهو لحينقل لكلت أشخاص وهكذا ولمح عالم الأوبيئة أنه بما أنه الرقم هلأ نزل لأقل من واحد فهي شيء إيجابي بالنسبة لهذا الوضع لأنه هذا الشيء يعني أنه الفيروس هو بطريقه على أنه يروح أو يختفي وأنه انتشار الفيروس هيك بيكون يعني أنه يبطأ فيه كمان تقرير من هيئة الصحة العامة للسويدية انتشر بـ 29 الشهر الماضي يورجي كيف كمان هذا الرقم الـ R3 هو كمان نزل لتحت الواحد فيكن تشوفوا من هذا الرسم البياني اللي قدمته هيئة الصحة العامة للسويدية كيف أنه بشهر ثلاثة كان هذا الرقم تقريبا طالع لأكتر من ثلاثة بشوي يعني كل شخص كان تقريبا عم يدي كلت أشخاص بعدين هلأ صفي ونزل لتحت الواحد بسبب تاريخ نشر هاي الحلقة إذا فينا نفهم شي من هاي المعلومات فهو أنه عن جد عم يتباطئ انتشار الفيروس حتى مركز الإحصائيات اللي السويدي هو نشر كراسة أولية بتقول أنه عدد الوفيات من هذا الفيروس هي عم تخف وأنه الأرقام بأكتر منطقة متأسرة لهي منطقة ستوكوم هي بلشت تنزل وهي على نزول لهيئة الصحة العامة للسويدية عم تقول أنه هذا الرقم بلش ينزل لإصابات عم تخف وعم بيبطئ انتشار الفيروس لأنه الناس صارت وعية أكثر بانتشاره صارت الناس عم تاخد مسئولية أكثر كمان بس بسبب الإجراءات اللي أخدتها الدولة لتحد من انتشار الفيروس السمكن كمان لأنه عشرة لعشرين بالمئة من الناس بالسويد هي من الأصل اللي حصلت على الفيروس واكتسبت مناعها هذا الشيء كمان قاله عالم الأوبياء السويدي وهدول الأسبوعين كمان عم تقوم هيئة صحة العامة للسويدية بعمل فحوصة ودراسات واختبارات للأجسام المضادة هذا الشيء بعد فترة هلأ وعم يقولوا أنه تقريبا بعد كم أسبوع سيعطي صورة عن مدى انتشار الفيروس بالمجتمع السويدي يعني قديش الرقم الحقيقي للناس المصابة اللي كانت مصابة بهذا الفيروس اللي هلأ صار معها مناعة ضده هدول تماما أن الناس اللي كان أصلي عنهم بالحلقة الماضية لما قلت لكم اللي احنا ما بنعرف قديش عدد الناس المصابة أو اللي كانت مصابة بالفيروس لأنه كل شيء أرقام اللي احنا معنا إياها هي بس أرقام الحالات المؤكدة كمان نشرت هيئة الصحة العامة للسويدية تقرير أولي هو بيورجي أنه اللي معه أجسام مضادة ضد هذا الفيروس طبعا اللي حيكون عنده مناعة كاملة أو جزئية ضده بالمستقبل بس أنه هاي المناعة بتختلف من شخص لشخص وممكن تنخفض بعد السنة الأولى طبعا هو الخوف حاليا أنه هذا الفيروس يطلع موسمي هو هذا الشي اللي عم يقولوا عليه الخبراء أنه على الأغلب لحيكون هو هيك والخوف طبعا أنه يرجع بموجة جديدة لحنا نحكي عن هذا الشي بعد شوي مثلا لساعة نضمن أخبار للسويد كشف تحقيق جديد أنه السويد هي من الدول الأوروبية الأليلة يلي ما عم تساعد الدول الأوروبية الثانية ولا عم تاخد مساعدة منها خلال هاي الأزمة يعني فينا نقول أنه ما عم ترجي تضامن أوروبي قوي ومثل الدول الأسكندنافية الثانية مثلا أو أستونيا بولندا ألمانيا يلي هي ساعدت بس وضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية هون بالسويد لصحيفة سفاريز راديو أنه لحنا عم نساعد بطرق تانية وأنه لحنا تبرعنا بملايين الكرونات لمنظمة الصحة العالمية وحتى كمان ساعدنا 1500 شخص يرجعوا من برات أوروبا هني كانوا علقانين لجوات أوروبا لما أنا بحثت عن قديش كانت المساعدة اللي عم تقدمها للسويد لمنظمة الصحة العالمية فلقيت أنه هي تقريبا بقدر اللي عم تعطيه الدول الأسكندنافية الثانية بغير خبر هون للسويد كمان تم نشر رسالة على الإنترنت من يومين أنه عم يتم حث البعض أنه هن يروحوا على الشغل ويداموا بالرغم مو أنه بس في فيروس بس بالرغم من أنه هن كمان مصابين خبر موقع أنه عم يتم تداول مستندات سياسة جديدة بداخل مستشفى جامعة كارولينسكا أنه اللي عم يشتغل هونيك وتم فحصه ورجع الفحص للكورونا إيجابي بس هو ما عليه عوارض فهو مثل لا يعد مصاب يعني بكلمات تانية هو فيه يجي على الشغل وفيه يداوم بدون مشكلة هذا الأمر شوي حساس بالنسبة للناس اللي عم يشتغلوا هونيك لأنه كمان في مرضى بعدين بعد ما تم نشر هاي المستندات وضحوا المسؤولين اللي بيشتغلوا هونيك أنه اللي عم يرجع فحصه إيجابي هو عم يشتغل هونيك فلازم يحكي مع المدير تابعه اللي حتى يلاقي له مهام تانية بقلب المشفى أو مهام عمل تانية بعيدة عن المرضى بس أنه لح يظل في شغل بس هذا الشيء عم يدل على تناقض للمعلومات اللي عم تصنى من منظمة الصحة العالمية الهو وهيئة الصحة السويدية الواحد اللي فيه فورا يفوت على موقع منظمة الصحة العالمية الهو ويقرأ أنه هن بينصحوا أنه الواحد يظل بالبيت وانعزل أسبوعين بعد ما خلصت الأعراض منه قبل ما يرجع لحياته الطبيعية بينما هيئة الصحة العامة هون بالسويدية بتنصح بس بمدة أسبوع بعد الشفاء وبس بمدة 48 ساعة من لما اختفوا الأعراض وأشار لينارد سفنسون لدوغنز يوريديك هو بروفيسور مختص بعلم الفيروسات الجزائية بماحة كارولينسكا وبجامعة لينشوبينج أنه هو بوافق رأي منظمة الصحة العالمية وتعليماتها لأنه قال أنه لهلأ ما فيه دليل أنه اللي معه الفيروس بس ما عليه أعراض هو بيكون مع من قول الفيروس لحد تاني برغم من أنه هاي الحالات هي مو كتيرة بس بالنسبة للناس اللي عم تشغل هونيك بالمستشفى وللكادر الطبي فهذا عم يسبب لهم مثل القلق وهنه منهم مرتاحين بالشغل عم يسبب استياء لهم مثل الوحدة بتشغل هونيك هي ممرضة عبرت عن استياءها لهذا الشي صار عدد المصابين هونيك 154 هدول اللي إجاهون نتيجة الفحص إيجابي برغم أنه فيه أحيانا ما كان عليهم أعراض كتبوا كمان عن ممرضة اللي قالت أنه هي ما عم تسق بالفحوصة اللي عم تصير هونيك بالمشفى لأنه فيه ناس مبينوا معها مرض لما عم تروح تفحص حالها فعم ترجع عن نتيجة سلبية بس لما هن عم يرجعوا ينفحصوا بدقة مرة تانية فالفحص الدقيق وقته عم يعطي أنهن عن جد كان معهن نتيجة إيجابية عن جد معهن الفيروس كتير فيه ناس بالعالم وخاصة هون كمان بالسويد ما عم تفهم ليش استراتيجية السويدي هي مختلفة لهالدرجة بس هو قدم شرح لهذا الشي عالم الأوبية السويدي أن ديش تيجنل بموقع نيتشر المقال حكى هو ورد على سؤال انه ليش استراتيجية السويدي هي كل هالقد مختلفة عم قال هو أنه هذا الشي مبالغ فيه بس لأنه السويد أخذت استراتيجية شوي مختلفة عن باقي العالم مع أنه هي كمان عم تحاول مثلها مثل باقي دول التانية أنه تحد من انتشار هذا الفيروس فوقتها نحطت هي تحت السبوتلايت أو نحطت تحت الضوء سوي قال أنه ما في شي لح يوقف من انتشار هذا الفيروس أو يقضي عليه غير أنه لما لحنا نلاقي مصل له يعني هيك هو قال لأنه نحن بالسويد أخذنا استراتيجية شوي مختلفة لأنه بنحلول بعيد المدى أبنا شي بس يصير هلأ فورا كمان ذكر هو أنه كيف القوانين هون بالسويد هي شوي معقدة لأنه هي بتحدد دولة من أنه تفرض حظر شامل وأنه هذا الشي بس ممكن على مستوى صغير لأنه قانون الأوبئة هون بالسويد هو بيدل على أنه لازم تطبق بالأول إجراءات خفيفة بعدين إذا ما فيه ولا حال تاني وقت الواحد بإلجاء للحظر الشامل لأنه هون أكتر شي الناس خايفة منه هي على الأولاد الأهالي هي خايفة أنه تبعت ولاده على المدرسة بس هو قال أنه لحنا هلأ تأخرنا لحتى نعمل شي بشأن المدارس أنه لو كنا لحنا بنمنع المدرسة كنا لازم نعمل هذا الشي أبكر من هيك أول الأزمة وقتها كان بيفيد أنه لحنا نسكر المدارس وطبعا هون المدارس الثانوية هي مسكرة والدراسة عن بعض لأنه مدارس الثانوية هي بالعادة بتجيب طلاب من عدة أماكن بعيدة العكس المدارس الابتدائية وكمان ذكر عالم الأوبيئة الدراسات تبع الناس اللي ما عندها أعراض اللي عم تنشر الفيروس وذكر هو أنه الأحصائيات بتدل أنه عدد هون كتير قليل وقال أنه المشكلة اللي صارت عنا هون بالسويد واللي خلت العيون كلها نحطت على السويد أنه ليش صار عنا كتير وفيات هو لأنه صار لحنا عنا أخطاء بتطبيق التعليمات الصحية داخل مراكز العناية بكبار السن لو تطبقت بشكل صحيح التعليمات الصحية فما كان صار عنا عدد الوفيات هون العالي لهالدرجة وبخبر ثاني غريب استعملت مدينة اللوند مخلفات الجاج مو بس كسماد بس كمان كرادع للناس هي اللي كانوا بدون يحتفلوا بحديقة المدينة الرئيسية بفال بوريز مايس هافتون هذا الشي بعد ما حذرت البلدية العالم أنه ما لازم يحتفلوا لأنه ممنوع التجمع ذكرت البلدية أنه هلأ لما نشر هذا السماد فهذا الشي لحيساعد أنه يتخلي الناس بعيدة عن الحديقة وشان ما ينشروا العدوى خبرت البلدية حسب الاس في تيا أنه هذا الشي لحيساعد التربة لأنه هلأ جاي الصيف وهذا الشي لحيساوي لسا الحديقة أحلى إذا تكون تسألوني شخصيا فنبين أنه هذا القرار أخذته البلدية لأنه عرفاني أنه في ناس لحيكسروا القوانين وتكسر التعليمات لو شو ما صار وشان هيك البلدية حضرت لأسوأ احتمال ممكن هذا الشي بظنره أنه كمان الشرطة استعملت لحتى اترائب الناس من بعيد ومن فوق إذا حدا لحيفوت على الحديقة والآخر شي من السويد عم يصير هو زيادة التفرئة وزيادة العنصرية ضد الناس من الأصول الآسيوية والصومالية كتبة الهيومن رايتس واتش مقالهم بالسويد عن أنه كيف العنصرية والتفرئة عم تنتشرهم بالبلد بجميع نواحي المجتمع وخصوصي على الإنترنت بس كمان برا على الطرقات وبداخل الشغل مثلا ضد الناس بس كمان كيف التفرئة عم تأثر على الولاد اللي عم تروح المدرسة اللي عم يضايقوهم ولاد تانيين بسبب منظرهم أو بسبب صولهم كتبة الهيومن رايتس واتش بهذا المقال أنه كيف في مسئولية أكبر على الحكومة السويدية طبعا مع الحكومات التانية الأوروبية أنه تعمل جهدها لحتى تكافح هذه المعلومات الخاطئة اللي عم يتم نشرها عن بعض الأقليات اللي موجودة هون بالسويد بس كيف كمان أنه لازم تكافح العنصرية والتفرئة اللي عم تصير طبعا لأي حدا منكم عم يتفرج على هذا الفيديو وهو مطلع على التكنولوجيا وعلى استخدامات الإنترنت المختلفة وهو بيعرف إنجليزي وسويدي مثلا فبيعرف أنه قديش من تشر الزينوفوبيا أو خوف أو كراهية الأجانب هون على المواقع السويدية والمهتديات السويدية على الإنترنت لأنه موصل بصراحة القصة أنه في بعض الناس عم يتمسخروا على ناس تانية ماتت بهذا الفيروس بس لأنه كان عندها صول أجنبية أنه عم يحكوا هذا الحكي وكأنه الفيروس هو بفرق بين الناس وهو الفيروس المشكلة صاحبنا كلنا صاحب كل المجتمع السويدي بجميع نواحي المجتمع بصراحة الشيء اللي بيدايقني بهذا الموضوع هو أكتر شي للولاد لأنه الولاد اللي بتروح للمدرسة فهي اللي عم دايقها ولاد تانية هذه كل الولاد التانية هي مو الحق عليها مع أنه هن اللي عم يجوا يكونوا عنصرين ضد الولاد التانية بس هن لأنه شو اللي عم يسمعوه بالبيت كيف مربينهم أهلهم عم يجوا هن يطبقوه عم يجوفوا أهلهم كيف بفكروا شو عم يعملوا بالبيت فهن عم يجوا يطبقوه بالمدرسة لأنه بالأخير المدرسة ما فيها تحكي مع الولد فبالأخير اللي يبقى ضحية هو الولد اللي عم يكبر بالمدرسة وعم يتعرض لهذا الشي أنا متأكد أنه أي شخص عائل بيناتنا ما بيقبل أنه لا تتصرف مع بعضها البعض بهذه الطريقة ولا ينقلوا الأفكار اللي موجودة بالبيت من أهليهم للمدرسة بظن هذا الشي اللي كان أصدن في الهيومن رايتس واتش أن الحكومات عن جدء لها دور بهذا الموضوع هلأ بنا نفوت بموضوعنا الثاني اللي هو التحديات الاقتصادية القادمة لأوروبا مثل ما حكينا بالفيديو الماضي أو الحلقة الماضية فالعالم كله متجه تقريبا نحو أزمة مالية ثانية صح أنه واخيرا يقل انتشار الفيروس بأوروبا والبلاد عم تمفتح من أول وجديد بس عواقب هذا الشي هلأ بس بلشت لتظهر خصوصي على الاقتصاد مثلا هون بالسويد مؤشر الدورة الاقتصادية هو نزل لـ 58.6 شهر أربعة أو الشهر الماضي لإلكون اللي ما بيعرفوا هذا المؤشر هو مثل بيعطينا الصورة عن صحة الاقتصاد أو الوضع الاقتصادي بالبلد إذا كان المؤشر مثلا واقف على المية فهذا الشي إنه الوضع الاقتصادي هو بحالة عادية أو بوضع طبيعي إذا طلع فوق المية فيعني إنه الاقتصاد هلأ هو كتير جيد إنه عندنا بطالة قليلة عندنا نمو اقتصادي الوضع جيد جدا بينما إذا نزل لتحت المية فهذا الشي يعني عكسي الشغلات اللي أنا قلتها لحصير فيه أقل نمو اقتصادي لح تزيد البطالة يعني كل ما نزل لتحت المية لح نشوف آثار اقتصادية اجتماعية سلبية أكتر وأعطيكم بس مثال خلال الأزمة المالية العالمية بسنة 2008 نزل هذا المؤشر بالسويد لل67 بينما هو هلأ نزل لسه على أقل من هيك هو نزل لل58.6 فهذا الشي فيه يعطيكم تقريبا مثل فكرة عن كيف لحنا الوضع اللي احنا هلأ فيه معظم الخبراء هلأ عم يقولوا إنه لحنا ضمن فترة صعب إنه نعرف شو اللي حصير بالمستقبل لون اللي احنا عم نتعامل مع انتشار فيروس ما عم نتعامل مع حرب يمكن نعرف إنه يمكن انت تخلص عم يشيروا ويقولوا الخبراء إنه هلأ الوضع الاقتصادي بأوروبا لحيددهور لمثل الأوضاع اللي كنا عم نشوفها بالحرب العالمية التانية عم يشيروا كمان لشي الأسوأ واللي هو إنه دول الاتحاد الأوروبي عم تتأثر بشكل مختلف عن بعضها البعض وهذا الشي يعني إنه هلأ خلال السنين الجاية لحصير فيه مثل احتكاكات بين الدول الأوروبية أكتر فهذا الشي عم يقولوا الخبراء إنه يمكن يساوي بعض الاحتكاكات والمشاكل بين هاي الدول لأنه بكرة لحصير بدون يتحملوا مسؤولية بعضهم لأنه بكل بساطة في دول أكلت الضربة أكتر من دول تانية فوضعها الاقتصادي لحيكون متدهور أكتر وبالاتحاد الأوروبي دول الأعضاء بدأت تساعد بعضها البعض فهلأ هم تجي مشكلة المسؤولية المشتركة مين بده يساعد الثاني ومين بده يتلقى المساعدة وما يساعد ونشرت المفاوضية الأوروبية تقرير بستة الشهر إنه بالرغم من الإجراءات السريعة والفعالة اللي أخدوها فالتأثير على الاقتصاد الأوروبي اللي حيكون تاريخي لأنه اللي حسبب كمان مشكلة للنمو الاقتصادي والتوقعات إنه من هون للسنة الجاي لحيتحسن شوي الاقتصاد وما لحيتحسن بشكل كافي لحتى يعود الخسارات أو يعود النمو اللي كان مفترض يصير وكمان بيتوقعوا إنه البطالة اللي حتعلها بالاتحاد الأوروبي لتسعة بالمية وهذا طبعا رقم عالي تقريبا نحن عم نحكي إنه كل واحد من عشر أشخاص هو اللي حيكون بدون شغل هاي طبعا لسه مشكلة للناس اللي صغار أو الناس اللي جاي جديد ولسه بدأ تفوت على سوق العمل طبعا مثل ما حكينا كل دولة أوروبية تأثرت بطريقة معينة وكل واحدة اللي حتاخد طريق شكل لحتى تتعافى من هاي المشكلة بس عم يوضحوا إنه الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لازم تتكاتف مع بعضها خلال هذا الوقت لتشتاز هاي الأزمة حسب مقال تم نشره بنيويورك تايمز فالمشاكل اللي عم تصير بالاتحاد الأوروبي هي اللي حتأثر على كل دول العالم سواء كانوا أفراد أو شركات أو بنوقة ثانية لأن أوروبا هي الشريك الأول للولايات المتحدة الأمريكية هي أكتر قارة عم تتاجر معهم بينما مع الصين هي بتحتل المرتبة الثانية يعني صح أنه الآن الصين تعافت وبلشت من أول وجديد تفتح مصانعها بس هذا الشي ما عم يساعد كثير هناك بالصين لأنه ما في حدا يشتري حاليا هذا طبعا كله يمكن يدهور أكتر إذا صار فيه موجة تانية للفيروس خصوصي إنه هلأ كل الدول الأوروبية بلشت تقريبا ترخي من الحظر طبعها بس كمان هذا السبب اللي عم يدفع الدول الأوروبية إنه ترفع الحظر لأنه بدهن العالم أو الاقتصاد يرجع يشتغل من أول وجديد بأمل أنه الاقتصاد ينتعش بسرعة ما يصير الأسوأ أسوأ طبعا هذا كان كيش لليوم بس قبل ما نختم هذا الفيديو في شي أنا صغير حابب أحكي عنه أنا ذكرته بالفيديو الماضي بس حابب أكد عليه هون مرة تانية أو أحكي أكثر عنه شي أنا حابب أقول لكم عليه لأنه ما في كتير ناس بتعرفه طبعا مثل ما بتعرفه جوجل هي بتمتلك يوتيوب واليوتيوب هو عم يعمل استطاعته عم يشتغله كل يوم لحتى هن يمنعوا من أنه تنتشر الأخبار الخاطئة أو النظريات المؤامرة على اليوتيوب يعني بكل بساطة ما بدهم فيديوهات كذب فيديوهات بتعطي معلومات خاطئة عن الفيروس أنه تنتشر بين العالم لحتى يحدوا من هاي المشكلة بلا شو يقيموا من هاي الفيديوهات الخاطئة اللي عم تنشر المعلومات بس أنه هذا الشي بس عم يستطيعوا أنه يعملوا بالظاهر باللغة الإنجليزية وبعض اللغات التانية هذا الشي لاحظتوا لأنه لهلأ على اليوتيوب في فيديوهات باللغة العربية عم يتم نشرها معلومات خاطئة نظريات مؤامرة لعب بعقول العالم وتخويف الناس بناس عم تستخدم منصة اليوتيوب لأنه هن عندهم مشتركين كتير مثلا لحتى ينشروا بعض من الأخبار سواء هن مقتنعين فيها أم لا فيه الواحد يستنتج أنه هن عم يعملوها مشان المشاهدات لأن الواحد فورا فيه يتطلع على شو عنوان الفيديو وكيف العنوان هو قوي وعم يحاول أنه يلعب على العقل الناس ويخوفهم بزيادة يعني مو بيطلعوا بيخوفوا العالم من الوباء بيعطوهن أنه معلومات صحيحة عم يطلعوا بيخوفوهن عم يغزوا الخوف تابعون عم يغزوا الاعتقادات الخاطئة فيديوهات مثل تبع أنه هلأ أنتو عم يصفوكن أنتو هلأ هذا الفيروس مشان يجي تلكون مثل هدول فيديوهات اليوتيوب عم يحاول يقيمون الشي اللي بيستغرب منه بصراحة هو أن لحنا منصق بالمهندس يبنينا البناية منصق بالمحامي يدافع عنا بالمحكمة بسهلا لما إجا وقت الجد ما عد نصق بالدكاترة والأطباء وعلماء الجينات وعلماء الأوبئة هو هذا الوقت اللي لحنا لازم نجي نصق فيهن لأنه هذا الوقت اللي هني هلأ بدون يقدموننا المساعدة تابعا ليش ما في كتير ثقة بالعلم هذا بينما لحنا منستفيد من كل شي علم تاني موجود اللعب على الخوف ونشر المعلومات الخاطئة بهذا الوقت عن جد يجعلنا لازم نتأكد أنه لحنا نحصل على المعلومات الصحيحة وأنه نتأكد من كل مصدر مرتين هذا الشيء يقول لكم إياه وبقالكم كمان أنكم تأكدوا من الفيديو تبعي دائما الواحد لازم ينتبه من أي مصدر يتطلع عليه حتى لو لحنا واثقين منه مية بالمية فهذا كان كل شيء بدي يقوله وهذا كان كل شيء أخباري اليوم فهلأ صار وقت أني يودعكم بتمنى لكم الصحة والخير ولحشوفكم بالحلقة الجاية بتمنى أنه وقتها يكون الوضع تحسن أكثر من هلأ